بالتزامن مع محادثات إنقاذ الاتفاق النووي في فيينا قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تحرز تقدما في مسار تخصيب اليورانيوم خطوة من شأنها تقويض المحادثات بين إيران والقوى الكبرى بشأن العودة للامتثال للاتفاق المتعثر هذا من شأنه أن يدق جرس الإنذار من جديد الأمر ليس عادياً إيران بإمكانها فعل ذلك لكن إذا كان لديك هذا الطموح فعليك بقبول تفتيش إنه ضروري بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 20% باستخدام المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشآة فوردو نتيجة لهذا التحرك المفاجئ تعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكثيف عمليات التفتيش في محطة فوردو التي تضم أجهزة الطرد المركزي لكن التفاصيل بحسب تقرير للوكالة لا تزال بحاجة إلى توضيح ويخشى المفاوضون الغربيون من أن تخلق إيران حقائق على الأرض لزيادة أوراق الضغط التي تملكها في المحادثات المستمرة رغم اتهامات طهران للكيان الإسرائيلي بإفسادها وتخريبها وهو ما وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بترويج الأكاذيب عندما قالت إن إيران تعد لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى تسعين في المئة وهو المستوى اللازم لصنع سلاح نووي في حين تصر إيران مرارا على التأكيد أن برنامجها النووي موجه لأغراض سلمية ترجمة نانسي قنقر